أو تكون بكفاءة عالية أثناء التشغيل يبقى علشان أقدر أستفيد بيها وبكل خواصها وبتكون عندي عملية الأداء تكون بكفاءة عالية يعني مثلا أنا هستفيد بيه أن أنا عايزة وليكن أصنع قلب لمعدة صلبة القلب ده لازم يكون بيمتاز بنفاذية مغناطيسية عالية ويكون الفقد فيه الطاقة بتاعتها أو القدرة الكهربية بتاعتي تكون الفقد فيها يكون إيه؟ يبقى أنا لازم أعرفع خصائص إيه؟ الخصائص الكهربية اللي إيه؟ للمادة دي كمان لو أنا هستخدم مثلا الورنش كعازل لازم أعرفع خصائص الورنيش ده إيه؟ المفروض إن هو يكون فيه يتخلل المادة اللي أنا هحطها جواه يعني أنا لو أنا عندي مثلا ملف أو محول وأنا هغطي الملف أو المحول دوت عايزة أحطله ورنيش كعازل لازم الورنيش يتخلل المكان كله في الإيه؟ الملف. ويكون الورنش ده خالي من الاحماض. يبقى انا كده عشان كده لازم ابقى عارفة ايه هي الخواص الكهربية للمادة دي. كمان لو انا هستخدم قلب يقلنا او محو اعمود دوران لازم يكون فيه متانة كهربية عالية. يبقى علشان كده انا لازم ادرس الخواص الكهربية للمواد. بعد كده اول حاجة عندي في الخواص الكهربية والحرارية او الخاصية عندنا المقاومة النوعية. تاني حاجة المتانة الكهربية بعد كده معامل المقاومة الحرارية. يبقى انا الخواص الكهربية والحرارية تلاتة. ايه هما? المقاومة النوعية المتانة الكهربية معامل المقاومة الحرارية. بعد كده هنقول يعني ايه مقاومة حجمية نوعية? المقاومة الحجمية من اسمها مقاومة? يبقى بتقاوم يبقى هتقوم بعملية ايه مقاومة هتقاوم ايه هتقاوم مرور او سريان الطيار في حجمها مش هي مقاومة حجمية نوعية يبقى هتقاوم مرور الطيار خلال الحجم ايه بتاعها يبقى انا اول حاجة عارفنا يعني ايه مقاومة حجمية نوعية وحدة قياس المقاومة الحجمية النوعية بتكون قوم في سانتي اقدر ليها تعريف تاني ايوة ليها تعريف تاني يعني بقى احنا هنقول لها تعريفين التعريف الاولاني قلنا التعريف التاني اللي هي مقاومة مكعب من المادة المكعب ده طول الضلع بتاعه واحد سنتيمتر يبقى انا عندي اقدر لو قلت التعريف الاولاني ابقى انا صح او التعريف التاني مزبوط اه بعد كده عندنا المقاومة الحجمية النوعية بتتروح من كامل كامل من عشرة قص عشرة قوم في سنتي لعشرة قص عشريين قوم في سنتي يبقى ده بتتروح المقاومة الحجمية النوعية من عشرة قص عشرة قوم في سنتي لعشرة قص عشرين قوم في سنتي. بعد كده عندي من الخواص الكهربية والحرارية كمان المقاومة السطحية النوعية. المقاومة السطحية النوعية يعني ايه? يعني انا عندي المادة دي تقدر تقاوم العازل بتاعها خلاص? يبقى هي كدرة المادة العزلة كدرة المادة العزلة ديت انها تقاوم طيار التسريب يبقى انا هتقاوم ان الطيار ده يمر خلال السطح بتاعها يبقى هتقاوم مرور الطيار خلال سطحها خلال ايه سطحها طيب وهي عبارة عن ايه كمان هي عبارة عن مقاومة طبقة سطحية يبقى الطبقة السطحية دي بتقوم وظيفتها تقاوم وظيفتها ايه ولاد وظيفتها تقاوم او تمنع ايه العازل بتاعي او الطول بتاعي عندي بعد كده وحدات قياسها بتقاس المقاومة السطحية بوحدة القوم يبقى المقاومة السطحية وحدتها القوم عندي خاصية تالتة المتانة الكهربية المتانة الكهربية يعني ايه متانة كهربية المتانة الكهربية اللي هي الجهد اللي هيكسر المادة العزلة ده قد ايه يبا هي الجهد الذي يكسر المادة العزلة كهربية لكل واحدة ملي متر الجهد اللي هيكسر المادة العزلة في سمك ايه المادة بتاعتي ده قد ايه وهنشوف تجربة عملية في ايه ان انا ازاي اقول المتانة بتاعتي تكسر عند جهد قد ايه وحدات قياس المتانة جهد الانهيار للمادة العزلة يعني الجهد اللي بدأت المادة العزلة تنهر عنده وليكن مثلا انهرت عنده جهد معين يبقى هو الجهد ده اللي انا هكتبه علشان احسب المتانة الكهربية على ايه على سمك المادة العزلة يبقى المتانة الكهربية جهد الانهيار على سمك المادة العزلة وبيساوي كيلو فولت على ملي متر لان انا عندي الجهد بالفولت بس انا هقس جهود كبيرة فيبقى كيلو فولت وعلى ايه مش احنا قلنا جهد انهيار على سمك السمك هقسه بالايه بالملي متر طيب المتانة الكهربية دي بتتوقف على ايه اي مادة عزلة تتوقف المتانة الكهربية بتاعتها على ايه على سمك الوسط العازل يعني انا حطى المادة العزلة دي سمكها قد ايه سمكها ملي اتنين ملي يبقى انا لازم ابقى عارفة سمك المادة العزلة تمام درجة حرارة الوسط العازل كل وسط عازل عندي نهوة الحرارة اللي اصلت عليه قد ايه حالة الجهد اللي هستخدمه يعني انا هستخدم جهد متردد ولا هستخدم جهد مستمر يبقى انا لازم ابقى عارفة نوع الجهد اللي انا هستخدمه مدى تأثير الجهد على الوسط العازل. الجهد اثر عليها ازاي? انا عندي المتانة الكهربية بتتوقف على السمك الوسط العازل. درجة الحرارة نوع الجهد او حالة الجهد ومدى تأثير الجهد عليها. بعد كده عندنا حاجة اسمها الموصلية الحجمية. يعني ايه موصلية حجمية? الموصلة له بقيمة المقاومة الحجمية النوعية. يعني قيمة المقاومة الحجمية قد ايه? واقلب الايه? القيمة. واقلب القيمة. يبقى مقلب قيمة المقاومة الحجمية النوعية. يبقى دي هي الموصلية الحجمية. بعد كده عندنا هنا ازاي هحسب المتانة الكهربية وجهد الانهيار عملية? يبقى ازاي هحسب المتانة وجهد الانهيار? لان احنا قلنا يعني ايه جهد الانهيار? تمام? عندي نهوة زي ما احنا شايفين هنا في دي العينة اللي انا هاخد هعمل ايه هقيس عليها المتانة تمام عندي فولتاميتر اللي هو مكتوب عليه كي في لان احنا قلنا انا هقيس الجهد بالكيلو فولت خلاص يبقى كي في اللي هو الفولتاميتر هنا جهاز اميتر ده محول عبارة عن ملفين خلاص انا عندي انا هو اتاول حاجة هعمل ايه هوصل طرف الملف هنا خلاص الملف ده هوصله بايه بجهاز الفولتاميتر يبقى هوصل طرف الملف بجهاز الفولتاميتر وهوصله بالايه بالعينة تمام وهبدأ عندي هنا هنا في جهد متردد هنا في جهد ايه متردد اللي هو في ايه في الخارج ده انا هبدأ ارفع قيمة الجهد ده اللي هأثر بيه على العينة تمام هبدأ ارفع الجهد طول ما انا عندي الاميتر ده ايه السفر يبقى انا المادة هنا هو او العينة محتفظة بايه بحالتها محتفظة بايه بحالتها يبقى انا هرفع الجهد بالتدريب اول ما عندي بتقول ما انا برفع الجهد والاميتر اريسف يبقى انا ما فيش مشكلة ابدأ ارفع الجهد لغاية القيمة اللي عندها جهاز الاميتر يقرى قيمة اول ما جهاز الاميتر يقرى هنا هوت قرية معينة يبقى انا احسب من عندي اشوف الجهد عندي بقى قد ايه يبقى هنا هوت اشوف الجهد اللي هتنهار عنده المادة العزلة قد ايه يبقى انا طب ازاي هاحسب المتانة مش احنا قعدنا نرفع هنا الجهد لغاية لما الاميتر جهاز الاميتر ارى قيمة هاخد اول ما جهاز الاميتر ارى قيمة معينة اشوف اراها عند جهدة قد ايه اخد القيمة دي تمام على سمك العينة على سمك الايه العين يبقى انا كده حسبت المتانة الكهربية يبقى انا كده حسبت المتانة الايه الكهربية تمام يبقى هنا بنضع العينة بنوصلها عندي بالايه بالملف تمام وابدأ ارفع جهد المحول عبر العينة هرفعه بالتدريج لغاية ما اوصل للجهد اللي بتفقد عنده العينة دي ايه العزل بتاعها طب اعرف منين ان العينة فقدت العزل او الملاقي جهاز الاميتر ارقيمة طول ما الاميتر سيف يبقى انا هنا ما فقدتش الايه العزل طيب انا عندي لما هي فقدت العزل ايه اللي حصل طبعا ده هيؤدي الى ما هي فقدت العزل يبقى فيه طيار هيمر خلالها عشان كده جهاز الاميتر ارقيمة انا هلاقي عندي انهوة ان فيه الكترونات هتبدأ تمر يؤدي ذلك الى تمرير الالكترونات ما هو طالما فيه طيار مر يبقى فيه الكترونات ايه حرة بدأت فيه الحرك يبقى فيه عندي الكترونات بدأت في الايه في الحرك تمام علشان كده هي اصبحت موصلة للطيار الكهرباء عشان كده ايه يا ولاد هي اصبحت موصلة للطيار الكهرباء احنا قلنا برضو المتانة هي جهد الانهيار على سمك العازل كيلو فولت على ميلي متر بنقول ان جهد الانهيار بيختلف من مادة الى اخرى لان مش كل المواد لها نفس الخصائص يبقى جهد الانهيار اللي انا خدته للمادة دي اللي انا عامل عليها التجربة هيختلف عن جهد الانهيار لو انا حطيت غيرت العينة يبقى لو مع اختلاف العينة هيختلف جهد الانهيار تمام قلنا العوامل طبيعة الايه المادة العزلة سمك المادة العزلة درجة الحرارة زمن التأثير على العينة انا انا قصرت على العينة في زمن قد ايه وتردد المنبع والوسط اللي هتجرى في التجربة طيب ازاي هعين قيمة المقاومة النوعية الحجمية للمواد العزلة تعيين قيمة المقاومة الحجمية النوعية للمواد العزلة عندي هنا في عينة وعندي جهاز جيلفانوميتر وعندي جهاز فولتاميتر ومصدر طبعا مصدر طيار مستمر نوع الثاني اولاد العينة لها قيمة المقاومة النوعية لها جهاز جيلفانوميتر جهاز فولتاميتر مصدر طيار عندي نهوة ايه اللي هيحصل انا هبدأ اعين طيار التسريب من اين من قراءة الجيلفانوميتر يبقى انا عندي جهاز الجيلفانوميتر ده هيعمل ايه هيبتدي يقرأ طيار التسريب للايه للعينة تمام كده طيب وهيه كمان وهبدأ اعرف صمك العينة دي قد ايه لازم ابقى عارفة صمكها صمك العينة عندي صنطي ولا كام بالزبط لازم ابقى محددان وهحدد الجهد اللي هيمر خلال العينة تمام الجهد ده هعينه عن طريق ايه هعينه عن طريق جهاز الفولتاميتر لان احنا قلنا الجيلفانوميتر عندي هعرف منه طيار التسريب طب والفولتاميتر الفولتاميتر هيقسلي ايه هيكون هو الخاص بالجهد بعد كده اوجد المقاومة الايه الحجمية طب المقاومة الحجمية تساوي الجهد على شدة الطيار الجهد على شدة الطيار الخواص الكهربية والاختبارات اللي تجرأ لاجهة المقاومة النوعية عندي بنقول المواد العزلة اللي انا هستخدمها في الصناعات الكهربية انا بستخدم بعض المواد او بعض العوازل في الايه في الصناعات الكهربية تمام العوازل دي فيه منها طبعا صلب وفيه منها سائل خلاص انا عندي هشوف اللي هي المفروض تتوافر فيها ايه تتوافر فيها المتانة الكهربية يبقى المواد العزلة اللي انا هستخدمها في الصناعات الكهربية لازم تتوفر فيها ايه المتانة الكهربية علشان ما يحصلهاش انهيار مع اقل جهد انا اصلطه عليها يبقى انا الجهاز ممكن عندي او الالة دي ممكن تتلف بسهولة يبقى انا لازم تتوفر فيها المتانة الكهربية علشان تتحمل الجهد الكهربية اللي هيأثر عليها تمام وخصوصا كمان لاني انا الجهد ده ممكن اكون بأثر عليها بجهد لفترات زمنية طويلة عندنا المتانة الكهربية نفس الحكاية بتعتمد على صمك العازل او صمك المادة العزلة طبعا كل مكان المادة العزلة صمكها كبير خلاص كل ما هتتحمل اكتر كل ما هتتحمل ايه اكتر وعندي درجة الحرارة ورطوبة العازل خلاص بعد كده عندنا ايه هي انواع انهيار المواد الصلبة العزلة انواع انهيار المواد الصلبة العزلة انا عندي نوعين من الانهيار اما انهيار كهرابي او انهيار حراري يبقى يجي يقول لي اذكري انواع انهيار المواد الصلبة العزلة انواع انهيار المواد الصلبة العزلة نوعين هما انهيار كهرابي وانهيار حراري انهيار كهرابي وانهيار حراري اولا الانهيار الكهرابي ايه هو الانهيار الكهرابي ده نتيجة ان انا اثرت عندي تأثير مباشر بالمجال يبقى بنتيجة تأثير مباشر للمجال الكهرابي طب انا لما هأثر تأثير مباشر للمجال الكهرابي هتأثر عندي في المادة هيكون فيها ايونات المادة هيكون فيها ايه الايونات دي هتبدأ تحصل لها ايه عالية يبقى نتيجة التأثير بالمجال المجال ده هيأثر على ايونات المادة الايونات هتكتسب سرعة عالية او حركة ايه عالية طيب ما انا عندي كمان في هنا هو المادة كده هيحصل لها ايه هيحصل لها حالة تقاين هيحصل لها حالة ايه تقاين فتتقاين المادة هتتقاين للايه المادة طب هي تقاينت نتيجة ايه التقاين في المادة هيحصل نتيجة الاستضام بتاع الايونات بيها يبقى انا عندي اصرت بمجال المجال ايه ده الايونات دي حركة علي المجال ايه ده الايونات ايه حركة الحركة دي عملت تقاين للمادة عملت للمادة خليتها ايه متأينة طيب التأيون ده حصل نتيجة ايه نتيجة الاستضام او الحركة نتيجة الاستضام او الحركة بنقول ان هي كده هوت المادة تحولت الى ايونات ونتيجة لكده هيظهر طيار ايوني الطيار ده طالما فيه طيار يبقى انا عندي حصل حالة انهيار العادة احنا قلنا ان انا عندي اه طول ما المادة فيها متانة يبقى ما فيهاش انهيار طب امتى بقى هنا هوت هيحصل لها انهيار اول ما يمر فيها طيار انا هعرف ان هي كده حصل لها انهيار حصل لها انهيار طيب حصل لها انهيار نتيجة ايه نتيجة حركة الايونات لان احنا اثرنا على المادة بايه بمجال طيب بعد كده عندنا الانهيار الحراري ايه هو الانهيار الحراري هو عبارة عن تهشم المادة العزلة المادة العزلة تهشمت ايه يعني ايه تهشمت يعني اه حصل لها انهيار ما يتهشم برضو هي هي نفس معنى كلمة ايه انهيار طيب المعامل الحراري للمواد العزلة الصلبة المعامل الحراري عندي بيكون سالب يبقى المعامل الحراري للمواد العزلة الصلبة بيكون ايه بيكون سالب يبقى انا كده قلنا الانهيار نوعين يا اما انهيار كهرابي يا اما انهيار حراري تمام بتقل بنقول ان المقاومة عندي مقاومة المواد العزلة الصلبة مقاومة المواد العزلة الصلبة بتقل مع ارتفاع درجة حرارتها يبقى مقاومتها هتقل كل ما ابدأ ارفع درجة الحرارة هي بتحارب درجة الحرارة لغاية ما درجة الحرارة هي اللي ايه اللي بنقول هي اللي بتسيطر عليها يبقى انا عندي بتقل مقاومتها كل ما رفعنا درجة الحرارة. عندنا ينهوت معامل تغيير المقاومة الحراري. لو انا عندي ينهوت جبت سلك من النحاس. خلاص? او موصل من النحاس زي ما انتم شايفين شكله كده. اللي هيحصل. اول ما هنعمله حالة تسخين لموصل النحاس دوت. اللي هيحصل مقاومته ما لها. المقاومة عندي بتزداد بارتفاع درجة الحرارة. ده بالنسبة. عشان ما نلغبطش. بالنسبة لمعامل تغيير المقاومة الحرارة. معامل تغيير. لو انا سخن سلك من النحاس مقاومته هتزداد بارتفاع درجة حرارته. ليه? لان زيادة درجة الحرارة دي هتؤدي الى ايه? كل ما زود درجة الحرارة الايونات عندي هتزداد حركتها. يبقى زيادة يبقى ارتفاع درجة الحرارة هيؤدي الى زيادة حركة الايونات. تمام? اه بيتسبب زيادة حركة الايونات في عرقالة. حركة الايونات. يبقى انا عند الايونات بتتحرك وفيه الالكترونات عند المفروض تتحرك. فالايونات هتعرقل حركة الايه? الالكترونات الحرة. طالما عرقلت حرارتها خلاص. هيبقى ده هيحصل في ايه? زيادة مقاومة الموصل لمرور الطيار الكهرابي. هيزود مقاومته لانه يمرر طيار كهرابي. بيحارب مرور الطيار بمعنى ايه? اذا. يبقى عندي عشان كده بنقول شدة الطيار الكهرابي بتقل بالموصل. امتى تقل? عند سبوت فرق الجهد عليه. عند سبوت فرق الجهد ايه? عليه. ده بيرجع لزيادة مقاومة الموصل. اه عشان كده اولاد لازم ناخد في الاعتبار المعامل الحراري في اه لما باجي نعمل اه تركيب السباك. احنا هناخد في الحلقات اللي جاية اه يعني ايه سباكة? ليه خليط من بعض المعادن مسلا حديد على نحاس نحاس على اه على المونيوم. يبقى كده او اكتر من مادة برضه. يبقى كده انا بعمل ايه? سباك. يبقى انا لازم قبل ما اعمل السباك ده لازم ابقى حطه في اعتباري المعامل الحراري للمواد. لازم ابقى عارفة المعامل الحراري للايه? للمواد. علشان انا استغل السباكة دي في الصناع او في المكان الصحيح. علشان استغلها في مكانها الايه? الصحيح وتديني كفاءة عالية. لان انا مش عاملة السباكة دي جزافا. لا انا عاملها علشان استخدمها في حاجة معينة مثلا. فبعد اجهزة تحكم الكهرابي تصنع المقاومات من مواد ذاتة معامل حراري سالب زي ما احنا. المواد دي بتمتاز بايه? بامتصاصها بالطيار الزائد. تمتاز بامتصاصها لان الطيارات الايه? الزائدة. والمندفع عند بداية تشغيل الدايرة. اللي هو مرور الطيار مع بداية تشغيل الدايرة الكهربائية بي فيه حالة اندفاع بسيط فهو بيعمل امتصاص للطيارات الايه? الزائدة. اه معامل التغيير الحراري او التغير الحراري هنرمز له بالرمز الفا. يبقى معامل التغير الحراري رمزه الفا لازم احفظ رمزه علشان احنا هنستخدمه كتير فيه حل بعض المسائل. لان انا هنحتاج اوجد معامل التغير الايه? الحراري للمقاومة. طيب. هو ايه بقى معامل التغير الحراري للمقاومة هو مجدار. التغيير اللي هيحصل في مقاومة موصل. انا عندي موصل الموصل ده. مقاومته تغيرت من كام لكام اثناء ما درجة الحرارة تغيرت. انا اثرت مثلا على موصل بدرجة حرارة معينة. كانت مقاومته كزا. زودت او رفعت درجة الحرارة هلاقي ان المقاومة بتاعت ما لها? هلا ان مقاومة الموصل تغيرت. خلاص? يبقى ايه هو تعريف معامل التغير الحراري? اولا هو رمزه الفا وهو مجدار التغير اللي هيحصل في مقاومة موصل لما تكون مقاومته واحد اوم وهرفع درجته واحد مئوية. انا عندي هنا هو مقاومة الموصل الابتدائية احنا قلنا ان انا عندي الموصل ده في البداية كانت مقاومته اسناها لقناها رقم معين مثلا خمسة ستة اوم. يبقى المقاومة دي اسمها المقاومة الابتدائية. لما اجي ارفع درجة الحرارة المقاومة دي هتتغير يبقى دي الايه التغير في قيمة المقاومة. تمام? او المقاومة النهائية. طيب والزيادة في درجة الحرارة هنرمز لها بالرمز دلتا تي. يبقى انا هحفظ الرموز. مقاومة الموصل الابتدائية ار نوت. ازيادة في درجة حرارة الموصل دلتا تي. هقدر اعين التغير في مقاومة الموصل بالقانون او العلاقة. دلتا ار تساوي ار نوت في دلتا تي في الفة. تاني يا ولاد. يبقى التغير في مقاومة موصل. عين التغير في مقاومة موصل يعني دلتا ار. دلتا يعني التغير ومقاومة يعني ار. يبقى دلتا ار. تساوي. ايه هي ار نوت? ار نوت اللي هي المقاومة الابتدائية في دلتا تي دلتا تي اللي هي الزيادة في درجة حرارة المواصل في الفا اللي هو معامل التغير الايه الحراري عندي نهوة كل رمز من دول هحتاج ان انا احفظه كويس علشان انا لما يجيلي مسألة هناخد مسألة دلوقتي ان شاء الله لازم اطلع المعطيات من المسألة وما لغبطش ما بين الرموز لان انت هتحفظ القانون هتطبع عليه وهتحتاج تعود في كل قيمة من قيم الايه المسال عندي فبنقول ار المقاومة النهائية ار نوت مقاومة الموصل الابتدائية دلتا ار التغير في قيمة المقاومة بالقوم طب انا اقدر احسب دلتا ار ازاي ار ناقص ار نوت ار ناقص ار نوت طب ودلتا تي التغير في درجة الحرارة برضو اقدر احسب دلتا تي اه دلتا تي تساوي تي ناقص تي نوت اللي هي اختلاف درجتان الحرارة اللي عندي الكبيرة ناقص الصغيرة طب والتغير في المقاومة برضو قيمة المقاومة الكبيرة ناقص المقاومة الايه الصغيرة والفح احنا قلنا معامل تغير المقاومة بالنسبة للحرارة دي القانون اللي احنا قلنا عليها تمام ابدأ اشوف في المعامل الحراري توجد بعض المواد الغير معدنية بعد المواد الغير معدنية بيكون لها خاصية المواصلات يعني بتزداد بزيادة درجة الحرارة طيب مش هي بتزداد مقاومتها بزيادة درجة الحرارة يبقى هي بنسميها المواصلات الباردة المواصلات الايه البرد طيب وفي مواد اخرى بتقل مقاومتها بزيادة درجة الحرارة وهنسميها المواصلات الساخنة المواصلات الساخنة شبيه اشباه المواصلات واحنا قلنا ايه هي اشباه المواصلات عندنا قبل كده زي خطو اشباه المواصلات السيليكون والجرمانيوم اكتر مثالين في اشباه المواصلات اللي دايما بنتكلم عنهم واللي هتاخدهم في مادة الهندسة الكهربية وتدرس خواص كل ايه كل مادة عندنا مثال اوجد مقاومة مواصل نقرأ المثال كويس علشان مفروض نطلع المعطيات اللي هم الديهاني في المثال اوجد مقاومة مواصل مقاومة مواصل عند درجة حرارة 200 درجة مقوية يبقى انا عرفت ان دي درجة حرارة من ايه من رمزها لو حد قال له بيقول مقاومة مواصل لا يبقى اوجد مقاومة مواصل عند درجة حرارة 200 يبقى انا عندي في درجة حرارة الاولانية اهي 200 تمام اذا كانت مقاومته عند درجة السفر 100 درجة مقوية بصي اولاد مقاومته عند درجة السفر يبقى انا في درجة ابتدائية لدرجة الحرارة اللي هي سفر يبقى درجة الحرارة الابتدائية سفر طيب المقاومة المقاومة عندي 100 اوم تمام وعندي يبقى كده الدرجة الحرارة اللي فوق دي اللي هي 200 دي الدرجة النهائية يبقى انا عندي درجتين حرارة السفر والمتين تمام طيب والمقاومة انا عندي المقاومة الابتدائية اللي هي 100 اوم وبيقول لي اوجد مقاومة الموصل يبقى انا عايزة المقاومة الايه النهائية طيب ومعامل التغير الحراري كام 66000 اوم خلاص على قوم. هنا ده المعطيات اللي هو من الديهاني الاول اطلعها هو قال لي انا عندي طبعا دلتا تيه هو مديني درجتين حرارة مديني سف ومديني يبقى ده الدرجة الابتدائية ومديني الدرجة التانية 200 يبقى 200 ناقص سف يبقى 200 يبقى ده التغير في درجة الحرارة يبقى اول حاجة التغير في درجة الحرارة 200 طيب المقاومة الابتدائية ار نوت بمية ار نوت بكم بمية ودي هو كان مديني والفا هو مديني ب66 من ايه من 10 تلات القانون عندي هو طالب الار طالب ار اللي هي مقاومة الموصل ار تساوي ار نوت في واحد زائد الفا دلتا تيه ابدأ اعود عن كل قيمة مديني هقول تساوي ار نوت بمية في واحد زائد 66 من 10 تلاف في متين هرجع اخلص اللي جوه الاقواص الاول مع بعض والناتج اضربه في ار نوت هود كده هود يبقى انا عودت المية في واحد زائد 66 من 10 تلاف في ايه في متين المتين دي اللي هي طرح درجتنا الحرارة متين نقص سفر القيمة عندي متين اتنين وتلاتين اوم يبقى دي قيمة مقاومة الموصل سهل اولاد يبقى انا خط القانون الاساسي بتاعي وهعوض فيه من المعطيات اللي هو مدهاني في المسألة ولازم اركز في درجتين الحرارة لو مديني درجة واحدة او درجتين خلاص ولازم ابقى عارفة هو مديني مقاومة ابتدائية ومقاومة نهائية ولقى والالفا عندي مثال تاني بيقول مقاومة موصل مقاومة موصل عند درجة حرارة تلاتين درجة ما قوي مقاومة موصل تلاتين درجة حرارتها تلاتين درجة يبقى دي درجة الحرارة مفيش حد يقول مقاومة موصل يبقى دي قيمة مقاومة ابدا لان المقاومة اصلا رمزها مش ميم دي رمز درجة الحرارة يبقى هو مديني درجة الحرارة مقاومة موصل عند درجة حرارة تلاتين هي عشرة اوم كده تداني المقاومة بقى يبقى تداني درجة الحرارة وتداني المقاومة رجع بقى قال لي زود درجة الحرارة واصبحت كان 120 درجة في الوقت ده زادت المقاومة واصبحت 15 قوم يبقى انا عندي هنا هو دي درجة الحرارة الابتدائية وهنا المقاومة الابتدائية دي درجة الحرارة النهائية وهنا قيمة المقاومة النهائية بزيادة درجة الحرارة عايز مين عايز معامل المقاومة الحرارة احنا قلنا معامل المقاومة الحرارة رمزه الفا حتى لو هو ما تدنش يا ولاد الرمز بتاعه قال لي معامل المقاومة الحرارة خلاص انا المفروض ابقى حافظها الرمز بتاعه ده اكيد طيب هو احنا خدنا قانون غير القانون الاولاني احنا ما خدناش قانون لوحده الالفا انا هستنتج الفا من نفس القانون اللي احنا حلنا ايه على اساس اللي هو ار تساوي ار نوت في واحد زائد الفا دلتا تي وابدأ اعود عن كل قيمة احنا هنا هو اه في الاول ار نوت هو مدهاني المقامة الابتدائية الدهاني في اول المثال بعشرة خلاص والمقامة النهائية مقامة المواصل النهائية اللي هي خمستاشة في واحد زائد الفا انا هكتب الفا زي ما هي لان هو طالب الفا هو طالب الفا عندي دلتا تي دلتا تي اجيبها ازاي يمكن المسألة الاولانية دلتا تي ما كانتش واضحة لان هو كان مديكي درجة الحرارة متين والتانية سفر ممكن تكونوا مخدتوش بالكم مسلا من السفر رغم ان احنا قلنا العشرين هنشيل منها الايه السفر انا هنا بقى مديني درجتين مختلفين اللي هي درجة الحرارة النهائية مية وعشرين تمام ودرجة الحرارة الابتدائية تلاتين يبقى ده التغير في درجة الحرارة من تلاتين اصبحت مية وعشرين هترحم من بعد خلاص هحط نفس القيم تمام هتبقى مية وعشرين نقص تلاتين بتسعين الفا وعندي واحد زائد يبقى الجزء اللي بين القوسين ده هيبقى واحد زائد الفا هي هي ومية وعشرين نقص تلاتين اللي هي تسعين حطتي الفا قبل التسعين مفيش مشكلة الفا تسعين او تسعين ايه الفا خلاص لو انت هتتلخبطي لو احنا كتبناها تسعين الفا براحتي بعد كده هبدأ هنا هو هخرج كل اللي في القوس الاول انا مش هجيب الفا لوحدها في الاول انا مش هجيب قيمة الفا لوحدها لان دول كلهم مع بعض يبقى هقوله الواحد زائد تسعين الفا تساوي واحد زائد تسعين الفا تساوي من اللي ضرب القوس ده القيمة اللي ضرب القوس اللي هي العشرة هحطها في المقام يبقى واحد زائد تسعين الفا تساوي خمستاشر على عشرة كنا بنقول قبل كده المضروب في المطلوب مقام انا ده كله هيبقى مطلوب عندي لان انا ما عرفش اطلع الفة مرة واحدة عشان ما تطلق بطوش تمام يبقى انا عندي واحد زائد تسعين الفة تساوي خمستاشر على عشر اللي درب اللي مضروب القص كله انا نزلته فين في المقام بعد كده هنقول خمستاشر على العشرة بواحد ونص هجيب بقى ممكن تجيب الاول التسعين الفة واحد ونص ناقص ايه الواحد واحد ونص ناقص ايه الواحد هيبقى نص يبقى الالفة تساوي النص على التسعين الفة تساوي نص على تسعين بقوم درجة موية ده كده انا ما عملتش اي اختلاف في المثال انا كل اللي عملته ان انا خدت القانون الاساسي اللي هو ار تساوي ار نوت في واحد زائد الفة دلتا تي وعودت بالقيم المطلوبة دلتا تي ما كانتش موجودة انا جبتها دلتا تي اللي هي تغير في درجات الحرارة من كذا لكذا اطرح القنطين اللي هو مديهم لي كده انا جبت دلتا تي كده انا جبت دلتا ايه دلتا تي طيب هعود في القانون وبعمليات رياضية بحتة انا ببدأ اجيب القيمة بتاعة الالفة اللي هي القيمة المطلوبة بالنسبة لنا عندنا مثال تاني يقول موصل من النحاس مقاومته 12 اوم يبقى انا عندي موصل الموصل ده مصنع من مادة النحاس مقاومته 12 اوم عند درجة حرارة 22 درجة مقاوية يبقى انا كده عرفت مقاومة وعرفت درجة حرارة عند مرور طيار كهرابي بيه ارتفعت درجة حرارته الى 90 يبقى بصوا اولاد درجة الحرارة من 22 اصبحت كام اصبحت 90 فاذا علمت ان معامل المقاومة الحراري للنحاس اربعة ايه من الف معامل المقاومة الحراري اربعة من الف اه على مد اوجد مقدار الزيادة في المقاومة اوجد مقدار الزيادة في ايه في المقاومة هطلع المعطيات بتاعتي هنا هوت من يعرف اولاد دي طلع المعطيات اللي موجودة في المسألة موصل نحاس مقاومته 12 اوم يبقى دي عندي مقاومة عند درجة حرارة 22 يبقى دي المقاومة الابتدائية ودرجة الحرارة الابتدائية خلاص بايه ب12 درجة الحرارة 22 يبقى دي درجة الحرارة الايه اللي هي تي نوت طيب درجة الحرارة اللي بعدها كان ارتفعت لتسعين يبقى انا عندي تسعين هترحها طبعا من 22 نشوف كده نحلها ازاي اه ار تساوي ار نوت في واحد زائد الفا دلتة ايه احنا نفس القانون احنا استخدمنا في المساء مع اختلاف الجزء اللي هو بيطلبه انا باشيله وحط القيم اللي ايه اللي هو من دهان ار تساوي الار نوت قلنا ب12 في افتح القوس احط واحد زائد الالفا هو من دهاني باربعة من الف خلاص طب ودلتة تيه هو ما بيدينيش دلتة تيه مباشر هو مديني ان الدلتة تيه اللي هي اه درجة حرارة كانت كزا واصبحت كزا يبقى تسعين كانت اتنين وعشرين واصبحت تسعين يبقى كبير تسعين اشيل منه اتنين وعشرين يبقى انا لما اخلص الجزء ده عندي هحسب القيم دي تمام الناتج هيطلع خمستاشر ومتين اربعة وستين من الف يبقى دي قيمة الايه المقاومة يبقى انا دلوقتي عرفنا ازاي نحسب معامل التغير في درجة الحرارة تمام وعرفنا ازاي نحسب قيمة المقاومة خلاص واي تغير في قيم المقاومات انا عندي هنا هو دلتة ار احنا قلنا دلتة ار معامل التغير في قيمة المقاومة هيساوي ايه ار ناقص ار نوت انا قلتها مع بداية المسائل ار ناقص ار نوت انا عندي هتساوي الخمستاشر انا كده هنا هو جبت الار بكام بخمستاشر ومتين اربعة وستين دي انا جبتها لانها ما كانتش موجودة ناقص الار نوت اللي هي المقاومة الابتدائية باثناشر انا كده جب دلتة ار بتساوي ار ناقص ار نوت لازم ابقى حافظة ازاي استنتج قيم المقاومات او قيم التغير في الحرارة علشان ابدأ احل الايه المثال اللي انه مش هيسبت لك نوع معين من الامثلة لا انت المفروض فاهم وحافظ القوانين واقدر من خلالها استنتج اي حاجة واذا كانت في عملية بتتعامل داخل المثال فبتكون عملية رياضية بسيطة يعني حتى العملية الرياضية داخل الامثلة دي بتكون سهلة يعني ما نخافش من اي امثلة عندي بعد كده بنقول في سؤال هنا بيقول اكمل الفراغات الاتية بما يناسبها احنا خدنا تعريف الانهيار الحراري وخدنا المتانة الكهربية يعني ايه والموصلية الحجمية عندي هنا هو مقلوب قيمة المقاومة الحجمية النوعية هو ايه وهو السؤال التاني هو الجهد الذي يكسر المادة العزلة كهربيا السؤال التالت تهشم المادة العزلة هنا هو من يبتدي حل ايه هو مقلوب قيمة المقاومة الحجمية النوعية من اسمه مقلوب قيمة المقاومة الحجمية النوعية يبقى المقاومة الحجمية يبقى المقاومة الحجمية هو عكس المقاومة الحجمية النوعية نحفظهم هما الاتنين اسمهم مقارب لبعض فرق بس اللي هي كلمة الايه النوعية طب ايه هو الجهد اللي هيكسر المادة العزلة كهربيا الجهد الذي يكسر المادة العزلة كهربيا هو المتانة الكهربية مش احنا اتعرفنا وقلنا يعني ايه متانة وقلنا ان المتانة القهربية هي الجهد اللي هيكسر الوسط العزل او المادة العزلة واجرينا تجربة على كيفية معرفة او حساب المتانة القهربية طبعا تهشم المادة العزلة معناها انهيار حراري تهشمها يعني انهارت حراريا بعد كده بنقول المواد الموصلة للقهرباء بنقول تختلف الخواص المختلفة عندي للعناصر والمواد الهندسية باختلاف تركبها يبقى الخواص بتختلف خلاص بالنسبة للعناصر باختلاف ايه تركبها الزر لان انا عندي كل مادة العناصر بتاعتها فيها تركبها الزر بيختلف عن مادة الايه التانية حتى كل عزر هتلاقي ليه رقم زري مختلف طيب ده بيحددلي ايه ده بيحددلي سلوك المادة دي سلوك عمل المادة ايه المادة بتاعتنا المادة بتاخد صور مختلفة كتير طبعا لظروف الضغط ودرجة الحرارة المواد عندي ممكن تكون زي ما قلنا قبل كده انا ممكن تكون مواد صلبة او مواد سائلة او مواد غازية قلنا في الباب الاول على الجزء الخاص بالمادة هي صلبة ولا سائلة ولا مواد غازية وبمثل كنا بنمثل المواد دي بمثل عدد الزر بتاعها في مدارات وكان مركز النواة مركز المدارات ده اللي هو الايه النواة كنا قولنا برضو ان النواة دي ايه قلب الزرة النواة هي قلب الزرة اللي بيدور حواليها بيدور حواليها ايه بيدور حواليها الالكترونات والالكترونات بتدور في مدارات محددة كل مدار كان لي رقم زر سابت كل مدار لي رقم زر سابت ايه هم نفتكرهم مع بعض كانت المدارات اول مدار اتنين تمانية تمنتاشر اتنين وتلاتين وكنا بنحسبهم بنشوف العدد الزر اللي هو عايز يحسبه وابدأ اوزعه اه ممكن او في بعض المدارات مش هتكتمل بالعدد الزر بتاعه وبيتم وضعه في اخر ايه في اخر مدار بيكون دي هي الالكترونات الحرة بيكون هي الالكترونات الايه الالكترونات الحرة بنقول ان لأي مادة تلات مستويات عندي المستويات دي اسمها نطاق التوصيل ونطاق المحزور ونطاق التكافؤ نطاق التوصيل ونطاق المحزور ونطاق التكافؤ ايه هو نطاق التوصيل نطاق التوصيل ده اللي بيحدد مدى قدرة المادة على توصلها للطيار الكهرباء يعني ايه يعني نطاق التوصل ده هيكون فيه هو النطاق اللي بيكون فيه كمية الالكترونات الحرة كلما زادت الالكترونات الحرة يبقى انا عندي فيه توصيل في المادة دي يبقى انا عندي المادة دي بيكون مادة ايه موصلة للطيار القهرابي موصلة للطيار الايه القهرابي لو انا جيت قلت لك علم المادة مثلا النحاس هي موصل جيد للايه للطيار القهرابي ليه ليه النحاس موصل جيد للطيار القهرابي لان عدد الالكترونات الحرة بيكون فيه كبير لان بيعتمد توصيل المادة على كمية الالكترونات الحرة بيعتمد توصيل المادة على كمية الالكترونات الايه? الحرة. وجينا قلنا ان هي بيسمى عندي نطاق التوصيل اللي هو بيحدد ده على التوصيل الكهربائي. اه كلما كسرت عدد الالكترونات الحرة زاد درجة توصيل المادة للكهرباء. اه ايه هو بقى النطاق المحزور? النطاق المحزور ده من اسمه هو نطاق يحزور في وجود الالكترونات الحرة. يعني ما يكونش فيه الالكترونات ايه? يا ولاد ما يكونش فيه الالكترونات حرة. يبقى هو نطاق. لا يوجد بيه الالكترونات حرة من اسمه. نطاق محظور كلما التسع هذا النطاق كلما زادت مقاومة المادة دي وزادت الطاقة اللازمة علشان تنقل الالكترونات الى نطاق التوصيل الى نطاق الايه التوصيل اه نطاق التكافؤ اه نطاق التكافؤ بيوجد به الكترونات التكافؤ بيوجد فيه الكترونات الايه التكافؤ طيب بتكون حركتها بتكون حركة الكترونات التكافؤ حركة محدودة حركتها بتكون ايه محدودة درجة اكبر من مدى تحركها في نطاق التوصيل بنقول يمكن تحريك الالكترونات من نطاق التكافؤ عندي النطاقات قلنا تلاتة هيكون النطاق التكافؤ عابرة النطاق المحزور يبقى انا عندي ممكن ان هي تتحرك من نطاق التكافؤ عابرة النطاق الايه المحزور الى نطاق التوصيل يبقى عدت النطاق المحزور ووصلت من التكافؤ الى الايه التوصيل باستخدام ايه هتعدي كده لا باستخدام طاقة كهربية او طاقة حرارية يبقى هي علشان تمر من النطاق للنطاق هتكون مستخدمة ايه طاقة كهربية او طاقة حرارية تقسم المواد تبقى للنظرية الحديثة الى مواد موصلة ومواد شبه موصلة ومواد عازلة انا عندي فيه ثلاث مواد موصلة شبه عازلة او مواد عازلة واحنا قلنا يعني ايه مواد موصلة في الباب الاول قلنا المواد الموصلة اللي هي مواد جيدة التوصيل للطيار الكهرابي اما الشبه الموصلة اللي هي حقيقتها مواد عازلة لكن تم اضافة مطاعمات لها والمواد العازلة هي المواد اللي ما بيكونش فيها الكترونات حرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة